بسم الله الرحمن الرحيم قصر الحديث هذه الايام عن السيارة الكهربائية التي سوف تطرح في مصر في غضون الاسابيع القادمة النهاردة وعلى قناتنا شرح زي التعليم بنشرح بعض الامور الهامة والتي تخص هذه السيارة من كل النواحي سوف نجيب على كل الاسئلة التي تخطر او تدور في ذهنك سرعة السيارة شحن السيارة كام نوع السيارة تمن السيارة كيف نحجز السيارة لنشتريها هل تحتاج الى صيانة وما هو الموديل هل تسير في الشوارع العادية هل يسمح بشراءها للجمهور العادي كل هذه الاسئلة وغيرها وكل هذه المعلومات عن السيارة الكهربائية سوف يكون موضوع حديثنا النهاردة على قناة شرح زي التعليم فاهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم اذا كنت اول مرة تشاهد قناة شرح زي التعليم قناة العلم والمعرفة فرجاء ان اتضغط على زر الاشتراك الاحمر او سبسكرايب وايضا لا تنسى ان تضيس على زر الاشعارات فعل زر الجرس حتى يصل الجديد ما نقدمه على قناة شرح زي التعليم وموضوع النهاردة زي ما احنا عارفين عن السيارة الكهربائية السيارة الكهربائية بدأت منذ سنين في العالم والسبب في اتجاه العالم للاتجاه الى مثل هذه الانواع من السيارات كان له اسباب من هذه الاسباب قلة المواد البترولية او مواد الجاز والبنزيم والسولار وغيرها ايضا ارتفاع الاسعار والمصيبة الكبرى بدأت تنهار وتتراكم في طبقات الجو العليا وسببت سقب الازون وسببت الكثير من التغيير المناخي فما نجده من فيضانات سيول في كل المناطق حتى المناطق التي لم تكن تشهد سيول وامطار غزيرة كل ذلك ناتج عن ارتفاع التلوث الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة والذي بدوره سبب في انهار القطب الشمالي والجليد وزادت كمية بخار الماء في الهواء وطبقات الجو العليا ثم سقط كل ذلك فوق رؤوس البشر سيول وامطار وعواصف رعادين فالسيارة الكهربائية سيارة صديقة للبيئة لا تستخدم اي انواع من الوقود تستخدم القهرباء بتستخدم السيارة اللي نتكلم عنها هي السيارة التي سوف تطرح في غضون الاسابيع القادم علشان في البداية يكون عندك فكرة ان السيارة او النموذج الذي سوف يطرح سيكون نموذج صغير للفنادق والنوادي والقرى السياحية والقوم والكمباوند او الكامباونداد السكانية الصغيرة لان النموذج اللي هيتطرح هيبقى عبارة عن سيارة صغيرة وله اتنين نموذج النموذج الاول اربعة راكب في اتنين باب وفي تكييف وقامرة خلفية طول السيارة هيبقى متين وسبعين سنطي مترين وسبعين سنطي عرضها متر وثلاثين سنطي ارتفاعها متر ونص الشحنة الواحدة اللي البطاريات بتستطيع ان تسير بها السيارة ميت كيلو متر النموذج الثاني وهو بيكون تلاتة ركاب يسع تلاتة ركاب طولها اتنين متر وستين سنطي عرضها نفس عرض لفوق واحد وثلاثين سنطي متر وثلاثين سنطي ارتفاعها اقل بيبقى واحد واربعين سنطي وزنها السيارة على بعضها تلتمية وخمسين كيلو ولكن الشحنة الواحدة بتستطيع ان تسير بها السيارة ستين كيلو متر ستين كيلو متر سرعة السيارة سواء النموذج الاول او النموذج الثاني لا يتعدى من اربعين الى خمسة واربعين كيلو متر في الساعة طيب سعر السيارة كام سعر السيارة هي ترى واحد ما بين تمانية وسبعين الف جنيه تمانية وسبعين الف جنيه ويصل الى مية خمسة وعشرين الف جنيه وفقا او تبعا لحجم السيارة يعني السيارة هتبقى تمانية وسبعين الف وكبيرة هتصل لمية خمسة وعشرين الف جنيه هذه الانواع اللي احنا قلناها بيمكن انك تشحنها من المنزل يمكن انك تشحنها من المنزل طيب هل يوجد محطات شحن؟ نعم يوجد محطات شحن تصل الى 100 محطة بنزيم تم اعدادها لشحن السيارات الكهربائية يعني في محطة بنزيم دلوقتي جاهزة لشحن السيارات الكهربائية جميل طيب من اين يعني عايز اشتري السيارة اشتريها منين بيتم الان اه اعداد موقع سيعلن عنه قريبا عن طريق هذا الموقع بتستطيع انك تحجز السيارة وتشتري السيارة اللي انت عايزها عدد السيارات اللي هيطرح هو اه 200 سيارة مبدئيا والشركة بتخطط لطرح 200 الف سيارة في السوق المصري بعد طبعا ما تعمل استكشاف للسوق وتشوف اه قدرة السوق المصري على استعاب كميات وايه هيستوعب اه كميات اه الدقيقين. اه السيارة الكهربائية انا اه سرعة اربعين كيلو لخمسة واربعين كيلو تشحن من المنزل سعرها من 78 الف اللي مية الجمهور ما هو شكل السيارة اللي هتطرح هو يستطيع الجمهور ان هو يستخدمها. هزي السيارة لم تصنع بعد. بيبقى السيارة دي بتتكون من اربع باب. اه بتسير لمسافة ربعمائة كيلو متر اه بها كل اه الكماليات. يعني الشحن الوحدة اه تستطيع انها تسير بها ربعمائة كيلو متر. اه بيكون اه دي الشكل هذه النوع من السيارات اللي سوف تطرح للجمهور سوف يتم اه تصنعها بالاتفاق ما بين اه وزارة الانتاج الحربي واحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعات اه السيارات الكهربائية. الجادر بذكر طبعا ان السيارة الصغيرة اللي احنا قلنا عليها دي اللي هتطرح في مصر في خلال الاسابيع ديت اه باشتراك ما بين وزارة الانتاج الحربي واه اه احد اه او الصين او احد الشركات الصينية احد الشركات الصينية واسمها اه شركة فوتون الصينية فوتون الصينية. اما اللي هتطرح للجمهور فتبقى بالاشتراك مع اه احدى الشركات العالمية لتصنيع اه اه الثيارات الكهربائية. نيجي بقى لي اه عيوب السيارة الكهربائية. السيارة الكهربائية اه ليس لها عيوب بمعنى انها لا تلوس الهواء. اه لا تحتاج تغيير زيد او تغيير فراتر الهواء. اه ما يوجد لا يوجد فيها آآ ريداتير يعني ما فيهاش لا تحتاج آآ لعمرة ولا ميكانيكي لانها طبعا آآ لا تحتاج لتغيير آآ اي شيء فيها آآ بيتم تآكل فيه او استهلاكه لان ما فيش فيها اي عمليات احتكاك بين الاجزاء وبالتالي لا تحتاج العمرة او ميكانيكي. كل الصيانة اللي هي هتحتاجها هتبقى عبارة عن تغيير فيوزات كهرباء. تغيير فيوزات كهرباء. وطبعا الاطارات. الاطارات معرضة للتلافة هتحتاج الى تغيير الاطارات. يبقى كل الصيانة اللي انت هتحتاجها في الثيارات الكاروبائية هتبقى آآ تغيير فيوزات كهرباء او آآ اطارات. قلنا آآ طريقة آآ الشراء بيكون هيبقى في موقع بيتم اعداده حاليا. آآ هيعلن عنه. وعن طريق الموقع هتدخل آآ الموقع وبتبدأ تحجز السيارة آآ بتاعتك. هنستعرض كده شوية صور لهذه آآ السيارة. ادي السيارة آآ الصغيرة آآ وشكل السيارة. ده شكل السيارة من آآ الصالون من جوه. ودي شكل السيارة من الامام آآ اتنين آآ باب. اتنين باب. آآ ده النموذج آآ اللي هو قلنا عليه النموذج الاول. اللي فيه تكييف وفيه قمرة خلفية. آآ الشحنة اللي واحدة بتسير السيارة او بتسير بها السيارة ميت كيلو آآ متر. آآ آآ الكابينة والقيادة من جوه غرفة القيادة بتاعتها طبعا من جوه. ودي السيارات آآ اتنين باب. كل دي طبعا هنا آآ مولتون اللي الشركة ومكتوب على اي ميلتون. دي المقاعد بتاعت السيارة. وده آآ آآ عجلة آآ القيادة بتاعت السيارة. آآ في النهاية ارجو ان اكون آآ وضحتي لك فكرة عن آآ كل ما يخطر بزينك عن السيارة الكهربية. آآ آآ في النهاية بتمنى آآ للجميع التوفيق والنجاح. وبتمنى من الجميع المشاركة آآ في الرأي وكتابة التعليق وترح اي موضوع للمناقشة وآآ آآ عمل موضوع او انشاء موضوع عنه. ولا تبخل علي بلايك شير ولا تبخل على نفسك بالاشتراك في القناة. وهيا بنا للعلم والعمل. وإلى ان نلقاكم في فيديو اخر لكم مني كل حب وتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.